هذا هو المواطن في صلعل وجعفر يتحدث إلينا والألم يعتصره بعد أن دمرت غارة جوية لطائرة حربية منزلها عن طريق الخطأ عندما استهدفت منزلا مجاورة لمنزله يعتقد أنه وكرا ومخزرا للأسلحة لعناصر مسلحة نحن خرجنا من البيت إلى خارج البيت عدب الغواني والساروخ الثاني جانا إلى فوق الصقف ضربه حطم الصقف كامل والحمد لله لأن جانا منه الطفلة إيمان هي واحدة من سبعة عشر شخصا أغلب من الأطفال والنساء كانوا يغطون في نوم عميق عندما سمع ذو انفجار هزار جاء المكان شاءت الأقدار أن يطيل في عمرها هي وابن عمها الذي لا زالت آثار الخوف على يده من شدة هول الانفجار عندما حط بعض أجزاء الصاروخ بالقرب من رأسه أنا رعا جاءني وفلتت فقط طاقة وقامت له الساروخ جنبي مزل فيصل ليس الوحيد الذي تضرر من الانفجار فهناك بيوت ومحل أخرى نالها نصيب من هذا الضوار كحل هذا الشاب الذي تعرض صفى محله إلى أضرار كبيرة تأتي هذه الغارة في ظليل انفلة الأمن التي تشهده لحق من تدبير لمشأة الحكومية واغتيال قيادات المقاومة والدينية نهيك عن السطو والتقطع ونهب سيارات المواطنين بقوة السلاح والتي بات المواطن هنا يضيق ضرعا منها المواطنون أبدوا سياءهم من استهداف منازل ليس لها أي انتماء لهذه تنظيمات المسلحة ويرون أن ضربات الطائرة غير مقدية لم تتبع تحركات على الأرض تستأصل شأفة هذه الجماعات من مدرية الحوطة وتبن ويكون للسلطة حضورا لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة مختشة لقناة بلقيس محافظة لاحق